وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد استهل جولته التفقدية للقهرة التاريخية بزيارة المقابر المطلة على شرع صلاح سالم تنفيذا لتكلفة رئيس السيسي بعرض الرؤية المتكاملة لقطوات بدء تنفيذ مقبرة الخالدين كما زار رئيس الوزراء مقبرة الزعيم الوطني أحمد عرابي والتي لا تقع ضمن نطاق عمليات نقل المقابر ومن المقاطة أن تقضع لأعمال الترميم وزار أيضا عددا من المقابر الأثرية الأخرى لعدد من الشخصيات المعروفة تاريخيا